إلينا يرد علم الساعة وما تخرج منه ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوغي نادهم بين شركاء قال وذلك من منا من شهيدة وظلوا عنهم مكانة علمين قبل وظلوا ما لهم محيط لا يسلم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشهر فيغوظهم كنوط ولئذ أذكناه رحمة منا من بعد ضر أمستني قولنا هذا لي وما أظنوا ساعة قائعة ولئذ رجعت إلى ربي إنا لعين ولا الحسنى فلما لبئن الذين كفروا بما عملوا والمذيقنهم من أعذاب غليل وإذا ألعن على الإنسان أعرضا وعلى آب جانبه وإذا مسه الشرف ذو بغوظا وإن أعلم قلالا لأن كان من عند الله كما كفرتم بهم أن أظنوا ممن هو في شقاف بعيد سنريهم آتنا في الآفاف وفي أنخصهم حتى يتبين لهم أنه حق أولا ويفي ربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنه في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط حاليهم عن سنقا كذلك يحيي إليك وإن المدين من قبرك الله العزيز الحكيم لهما قولهما في السماوات غافلهم وهو العزيز العظيم تكاد السماوات يتفطر من من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربي ويستخفضون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين تخذوا خدون يولياء الله حفظ عليهم وما أنت عليهم بركين وكذلك أعينا إليه قرآن عربي لتنذرهم القرى ومن حولها وتنذر يوما الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في سعير ولو شاء الله نجعله علمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته وظالمون ما لهم الولي ولا نصير أم انتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يوحي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحفوه إن الله ذلك والله ربي عليك وقلت عليه وليبك فأغلاء السماوات والأوضي جعل لكم من أنفسكم أزواجهم ومن الأعام أزواجين يدرأوكم فيه إن ليس كمثل شيء وهو السميع البصير له مقارد السماوات ولذي يرسل ترزق لمن يشاء ويضرنه بكل شيء عليم شبع عليكم من الدين ما وصع به نحو الذين وحينا إليكم ووصع به إبراهيم وموسى وعيسى أنا قموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشيكين ما تدعوه منه اللهم يجزبين إليه من يشاء ويهدي إليه من يليب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءه العنو بغيان بينه ولكن ما تلسم قد من ربك ناجل المساء والنقضي بينه وإن الذين أورثوا الكتاب من بعد ما في شكل منهم منيب فلذلك فدعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرك لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعنارنا ولكم أعماركم حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يرآدون في الله من بعد ما تجيب لهم حجتهم داحرة وطنعنا ربهم عليهم ولهم عذابا شديد الله الذي أنزل الكتاب الحط والميزان وما ذريك لعن الساعة قريب يستعدون بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا وشفقون منها ويعلمون أنها الحضر ألا إلا الذي الرمار نفستعدنا في ظلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخر ذنازل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعونهم من الدين ما لم أذب به الله ولأولا كلمة من قصر نقضي بينهما وإن الظالمون هم عذب أليم ترى الظالمون المشركين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا من صالحاته في روضات الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل كبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا من صالحاته قلنا أسألكم عليه أجرا إن لم ودد في القربة ومن يقدر حسرة نزل له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون أفضل على الله كذبا فإن يشاء الله يخدم على قلبك وعمل ويمحو الله الباغل ويحط الحق بكلماته إنه علم بذات صدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن سيئاته ويعلم ما تفعله ويأستزيب الذين آمنوا وعملوا صليحاته ويزيلوا من فضليه والكافر لهم عذبوا شرير ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه لعبادي خير مصير وهو الذي ينزل غيثا من بعد ما قلتوا وينشوا رحمته وهو الولي الحميل ومن آياتهم قلق السماوات والأرض وما بث فيهم من دعابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من نصيبة فبما كسبت يديكم ويعفو عن كثير وما أنتم الموجزين في الأرض وما لكم يدون الله من ولي ولا نصير ومن آياتهم جوار في البحر كالأعلى إنه يشاء في يسكن ريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك الآية لكل صبار شكور أو يغفوهن بما كسبوا ويأخو عن كثير ويعلم الذين يجالبون في آياتهم يأمالهم المحيص فما أوتيتم من شيء فمتاع حياة الدنيا وما عند الله خير والقاري الذين أمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتربون كبائل الإثم والفواحش وذام غضبهم يغفرون والذين زجابوا من ربهم وقاموا صلاة وقرموا شورا بينهم ومما رزقهم يفقون والذين يذاصلهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى واصلح فاجله على الله إنه لا يحب الظالمين ولا بعل من ينتصر بعد الظلم فأولاكما عليهم من سبيل إنما السبيل وعلي الذين يظلمون الناس يبقون في الأرض بغير الحق وولاك لهم عذابا أليم ولمن صبر وغفر إنه ذلك لمن عزم الأمور ومن يؤمن الله فما له الولي من بعده وتنظاربون نمرأون عذابا يقولون هل لا مرد من سبيل وترى هم يوردون عليها خاشعين من الظري ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وإهلهم يوم القياما ألا إلا ظالمون في عذاب الملك وما كانوا من أولي أن يسرونه من دون الله ومن يبذل الله فما له من سبيل استجهبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا لرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضو فما سنت عليهم حفظا إلا عليك من الغلاغ وإن إذا أذرنا الإنسان من رحمة من فرح بها وإن وتصبهم سيئات مما قدمت عليهم فإن الإنسان سخور لإلا إلاك السماوات والأول يخلق ما يشاء يهبوا لمن يشاء وإناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وإنه علم قدير وما كان لبشرنا أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجابا أو يرسل رسولا فيوحي بيديهما يشاين واري والحكيم وكذلك أرحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أرحينا إليك روحا من أمرنا ما كن من تتدريه من الكتاب ولا الإيمان ولكن لعلهم نورا نهدي بهما النشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الراح تصير الأمور حالي والكتاب المبين إن ناجعنا لهم قرآن عربي لعلكم تقلون وإنه في أم الكتاب لأن العليم حكيم فنقلب عن مؤكم مذيب صبحانا من كل القوم مصفين ومتعوك وما رسلنا من نبيين في الأولين وما يأتيه من نبيين لقاربين يساجئون فأهلكنا أشهد منهم بطشا ومضوطر الأولين ولئم نسأتهم ونخلق السماوات ورد يقول ونخلقهم العليز العليم الذي جعل لكم نظم أهدا وجعل لكم فيها سملا أنكم تهددون والذي نزل من السماء ما أم بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج أقول لها وجعل لكم من الفلك والأنعائم ما تركبون لتسلو على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحانا الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم مقرنين وإننا إلى ربنا لهم قلبون وجعلوا لكم من عباده جزءا إن الإنسان كفور مبين أمن أخذتهم ما يخلق بنات وصواق بالبنين وإذا بسرحدهم بما ضربا لرحمن ما تنموطن وجهه مصودا وهو كظم أو أمن ينشأوا في الحينية أو هو في انقصاب غير مبين وجعلوا ملائكة الذين هم عبار الرحمن نافى أشهدوا حنقهم ستختم شهالتهم ويسألون وقالوا أم شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم لذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتالهم من قبلي فهم به مستمسقون بل قالوا إما وجدنا آباءنا على أهل الممة وإنا على آثارهم مهدلون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إن قالوا انقرفوا إنا واجدنا آباءنا على أهل الممة وإنا على آثارهم مهددون قال أولا وجئتكم بأهلان ما وجدتم عليه آباءكم قالوا أهلنا أرزلتم به كافرون فانتطرنا منهم فانظر كيف كان عاقب كل مكذبين وإذ قال إرهيم يا بيه وقومه إنني براء ونتعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة مباقية ونفع فيه لعلهم يرجعون بل متعتهم أولئي وأباهم حتى جاءوا الحق ورسول مبين ولم لا جاء أهل الحق قالوا هذا سحر وإن نبي كافرون وقالوا أرزلنا هذا القرآن وعلى رجل من القريتين العظيم هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهما عيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فقفضين درجات اللي يتخذ بعضهم بعضهم صخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعل لمن يكفر بالرحمن لبودهم زقفا من زدتهم عارج عليها وليبودهم أبواب وصرورا عليها يتكيون وزخرف وكل ذلك لما نتعون حياة لبودهم ولأخذ عند ربك المتقين ومن يأس عن ذكر الرحمن وطيق له شيطانا فهو لهم قريم وإن وإن يصيرونهم عن السبيل وعسبون أنهم محتضون حتى إذا جاءنا قال يا لك بين وبينك من المشيقان فبيس القريم ولن يأيي فأقو اليوم إذا لم تمنكم في العدال وشاركون فأذن تتصبح السمع وتهدي لهم وأن كان في ضرار مبين فإما لذا ذننا بك فإنا منهم منتقلون أو نعينك الذي وعلناه فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي لك إنك على سرعة مستقيم وإنه الذي كن لك ونقار لك وسفتسأل واسأل من أرسلنا فلك نجوز لنا أجعتنا من دون الرحمن آلهتي وعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون عليه فقال إن رسول رب العالمين فلما جاءه بآياتنا إذا منها يضحقون ومن به من آية لله يكبروا من أختها وخذناهم العذاب لعنهم يجعون وقالوا يا أيها ساحظوا لنا ربك بمعه دعينك إننا لموتدون فلما جشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكتون ونادى في الرب في قومه قال يا قومي أليس اليد المصر وهذه الأنهار تزيل من تحته فلا ترسرون أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكادل يبين فلولا ألقي عليه أسرة من ذهب فلولا ألقي عليه أسرة من ذهب وجاء معهم ملايكة مكترين فاستخفق قومه فاطعوه إنهم كانوا كمن فاسقين فلما آسفون انتقلنا منهم فأورغنا مجمعين فجعلنهم سلفا هو مثلا للناخرين ولما لا أضربه المريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أهالي أهالي أخير أهل هو ما ضربوه لك إلا جذل بلهم قوم الخصيرون إنه هو إلا عبدو لنعمنا عليه وجعلنهم مثلا لبني إسرائيل ولو أشاء نجعلن منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعنهم للسعاد فلتمبرون بنا واتبعون هذا سورة مجدر ولا يصدر لكم الشيطان إنه لكم عدو مبيل ولما جاء عيسى بالبينات قال قل جئ لكم من حكمة وليبين لكم أعدى الذي تغذفون فيه فاتقوا الله واطعون إن الله رب وربهم فإن الله هو رب وربهم فعبدوا إن الله الله رب وربهم فعبدوا هذا سورة مستقيم فاختلف الأحزاء وبينهم فويلهم الذين نظروا من عذابي ومن ألم هم ينظرون إن ساعدا ونتأتيهم بغضة وهم لا شعرون هل أتلا يومئذين بعضهم لبعض عدو إن المتقين يا عباد أخف عليكم يوم ولا أمان تحصلون الذين آمنوا بأياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة أنتم وزواجكم تحبرون يطفع عليهم بسحافي من ذهبين وأكواب وفيها ما تشتهيه ننفس وطلات الأعين وانتم في أخار الزجنة التي أوليستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجردين في عذاب جأننا خالدهم لا يفتر عنهم ولا يفتروا عنهم وهم فيه مغلسون وما ظلقناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك يقضي علينا رب قال إنه ماكثون لقد قضيناكم بالحق ولكن نكثرهون للحق كارهون أم أبرموا أمن فإن مبرمون وميعصمون أننا لا نسمع شرهم نجوه بلا ورصرنا لديهم يبدون قل إن كانوا أحوان ولد فأنا أول معابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عن ما شكون فترهم يقول ويالعبوا حتى يلاقيهم هم الذي يعدون وهو الذي في سماء له وفي الأرض الله هو الحكيم العليم وتبالك الذي له من السماوات والأرض حقهم يعلمون ولئذ إساسهم وانخلقهم لا يقولون الله فأنا يفقون وقيمه يا ربي إن هؤلاء قوموا لا يؤمنون فاصطحهم وكن سلام فسوف يعلمون حاليه والكتاب النبي إن أنا زلناه في ليلة مباركة إن كنا مذرين فيها يفرق كل أمر حكيم ورمنعين إلا إن كنا مذرين رحمة من ربك إنه وسمعنا لنهرب سماوات والأرض ويالعبينه لا إله إلا هو يحيي ويمين رب السماوات وما بينه وينكم الموقن لا إله إلا هو يحيو من ربكم ورب أبائكم ونولد بلهم في شكل يلعبون فارتقل يوم تأتي السماء بدخال مبين يغشى الناس هذا عذبا ألم رب نقشف عنا العذب إن مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم دولوا عنه وقالوا معلمون مجنون إنا تأشف إناك أشفون عذب قليل إنكم عائلون يوم نبض شد برشة الكبرى إنهم هم تقيمون ولقال فتفنا قرهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إنكم رسول أبين ولا تعذوا على الله إني آتكم من صدان المبين وإني عدوا برب وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنون فأتزموا فدعا رب وأن هؤلاء قوم جيمون فأسر بعباده ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم ترقوا من جنة وعيون وزروعهم مقام كريم ونعمة كم فيها فاكهين كذلك ورفها الطمان آخرين فما بكت عليهم السماء ونظم كانوا مضرين ولقال نجعنا بني إسراجين من العداب المهم من فرعون إنه كان علي من المسرفين ونقد اخترناهم ونعلمنا للعلبين وأتيناهم من الآيات ما فيه فلا أقبين إن هؤلاء يقولون إن هي إلا موتتنا إلا إن هي إلا موتتنا الأولى ومنح منهم من شري فأتو بآبائنا إن كانوا صادقينهم خير نبقى مطبعوا والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السمارات والأوضاء وما بينهما نعبت ما خلقناهم إلا بالحق ولكن نثرهم لا يعلم إن يوم الفصل سيقاتهم أجمعين إن يوم الفصل كان من إن يوم الفصل سيقاتهم أجمعين يوم لا يلعي مولان عن مولان شيء أولهم من صور إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجع كزكم فعاملات وإنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمتعون إن المتقين في مقام أمين في جنات همعون يلبسون من سوص من دوس وإستماق متقابلين كذلك وزوه جناز لحور يدعون فيها بكل فاكهة أمين لا يتوفون فيها الموت إن الموت تأولى ووقعهم أذى من زحين فضل من ربك ذلك هو الفصل العظيم فإنما يسرناه بإسالك لعلهم يذبكرون فارتقب إنهم مرتقبون حالين تنتنزل الكتاب الله العزيز الحكيم إنا في سماوات ونغل آيات المؤمنين وفي خلقكم وما يبخ من دابتنا يدن لكم يقلون وقتنا في الليل والنهار وما أنزر الله من الرصد من السماء من رزق فحيى بنا بعد موتها وتصري في الرياء آيات لكم يقلون تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق فبأي حديث فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويمكن لكم لأفاقنا في من يسمع وآيات الله قلنا عليه ثم يصيروا مستقبلا من كأن من يسمعها فبشروا بعذاب آلم وإذا للم من آياتنا شيئا اتخذها المزواء أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يولي عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب أظيم هذا أوهداء والذين كفروا بآيات مرضهم لهم عذاب من الرزق الله الذي سخر لكم البحر لتزرقوا فيه بأمرهم وليتبدأوا من فضلي ونعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لذن في ذلك نعاتكم يتفكرون كل من الذين أمن يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم من هذا يكسب من آمن صارعا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقل آتينا بني إسرائيل الكتاب والرمو النبود ورجعناهم من الطيباء فالله من العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فمختلفوا إلا من بعد ما جاءه العلم بينه إن ربك يخطي بينهم يمقي ولهما كانوا فيه يختلف ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبعها والذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإلا الضارين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا صعب للناس ومدى ورحمة للطم يقلون أم حسب الذين لترحوا سيئات أم لأجعلهم كالذين آمنوا وعملوا صالحات سواء من أحياهم وماتهم ساء ما يهتمون وخلق الله السماعات والأرض بالحق ولتجذى كل نفسهم بما كسوتهم لا يغذمون أفرأيت من اتخذ إلههم هواه وظله الله على علم وختم على سماعه وقلبه وجعل على أفره غشاوة فمن يأهيه من بعد الله فلا تذكرون وقروا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموض ونحيا وما يهلكون إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تطلع عليهم آياتنا بين أجلنا حجتهم إلا أنقلوا كبير بينكم فرق قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يزعوكم إلى يوم الكيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ألك السماوات والأرض ويوم تقوم ساعة يومي يصل المطيون وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتاب لا ينطيق بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون فأغمى الذين آمنوا وعملوا صالحات فيدخلهم ربهم في نحمتي ذلك هو الفوز المبين وأغمى الذين كفروا أفلم تكن آياتي تقنى عليهم فاستكبرتم وكنهم قوم مجرمين وإذا قيل إن وعد الله الحق والساعة لا ريب فيها قلتم ما نذين الساعة أنهم إلا ظنوا ومنحوا المستيقرين وبدالهم سيئاتهم أعملوا حقبهم ما كانوا به يسلسئون وقل اليوم وننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأوأ من نار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم عيات الله هزوا وغلقوا الحياة فاليهم لا يخرجون منها ولهم استعادوا فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر